هو فعلياً كتير ناس بيجوني عندهم قوض نوم بتبقى صغيرة ومحتاجين فيها اشياء كتير يكون مثلاً اتخذ اكيد يعني اشي اساسي اتخذ الخزانة فيه ناس بيحتاجوا ديسك ولو كانت لأطفال بدهم مساحة للعب فيها هلا اول اشي احنا نحكب عشر نقاط حتكون حتتتلخص تحت خمس نقاط اساسية اللي هو الاثاث شو الاثاث اللي لازم نختاره وكيف يكون شكله طريق التوزيع الاثاث جوه الأوضة وكمان الالوان اللي لازم نستخدمها الاضاءة الطبيعية مهم اشي كتير عنصر مهم جوه الأوضة واخر شي كمان احنا نحكي عن التخزين حلو طب نور لو اسمعت قلينا ناخدهم هيك مثلاً نقطة نقطة اول اشي يعني موجودة لنا استخدام الوان فاتحة ليه هلا احنا نستخدم الوان فاتحة للأوضة لانه كلما كانت الالوان فاتحة في جوه الأوضة كلما صارت من شرحة اكتر وبتعطي واسعة اكتر للأوضة نعم وبنتجنب بنفس الوقت انه نستخدم الوان غامقة هاي في صور نحنا عم نشوفها نور ففالاً بتقولي انه الالوان الفاتحة افضل الالوان الفاتحة اكيد افضل هون احنا بنحكي عن الاثاث بشكل عام القطع الاثاث اتخد الافضل ان يكون مرتفع عن الارض عشان يعطي وسع بتكون الالوان شرحة اكتر وبتعطي مدى حلو للأوضة ونفس الشي بكون خطوطها يعني بسيطة الهيد بورد ما تكون كتير عالية اللي هي رصية التخد وبنفس الوقت ما يكون عندنا كمان هيد بورد لالاجرين عشان ما تضيق الاثاث حلو برضو هذي برضو اشكال تانية للتخوطة واذا احنا محتاجين تخزين اكتر ممكن نستخدم تخوطة بلص مع تخزين تحت التخد بس نحط التخد جنب الحيطة ما نحطه بوسط الاثاث عشان نترك مساحة بوسط الاثاث للعب الاطفال او اذا في حركة معينة اذا في كرسي مكتب نراجع لورا خزانة نفتحها بنترك سبيس اكتر وهيك بنكون التخد حطينا احنا جنب الحيطة حلو طيب بالنسبة للإكسسورات خلينا نحكي هل انت مع البساطة ولا مع الاخر سريع الخطوط بشكل عام للأوضة احنا بنحاول نخليها للمنماليزت اكتر خطوط بسيطة وواضحة ما بنعجق فيها يعني ما بنحط ووال بيبر في نقوش كتير لو في نقش معينة مثلا هو الطفل حاببها ما بنجيبها احنا حجمها كبير وبالتالي احنا بنصر نقدر نعدها ونقدر نحسب مساحة الاوضة انها تصير ديئة بزيادة اذا فيه ووال بيبر بيبر بينا نحطه بنستخدم من اشعات كتير صغيرة او بالافضل انه نحط مثلا تكتشر يعني ووال بيبر بس فيه ملمس معين ويكون لونه فاتح كمان عشان برضو نحافظ انه يبطعطي وسع للأوضة نعم والاكسسوارات فضل الاكسسوارات يعني شفت عندي من المحاور حطيها انه انتي بتميلي للبساطة للبساطة ايه احنا شايفين فيه فوق الديسك فيه مكان الارفوف انه نضب كل الاغراض جوه الرفوف او الكابينتس ونخليهم بره كل مكانوا بره كل ما سعملوا عجقة اكتر كل ما بانت الاوضة ديئة اكتر فعشان هيك احنا بنزيد عدد الرفوف او عدد الكابينتس بس ما يكون هيك نضف صغير صغير مرمي يعني اذا فيه اغراض كتير بنجميحهم جوه بوكسات جوه علب عشان برضو انه يضل المكان مرتب والعين بتحس انه اوسع حلو بالنسبة للشبابيك يعني فيه مرحلة البناء بجوز الواحد لما هو عم ببني مثلا او عم بختار اذا بإمكانه يعني فيه خيارات اكثر من خيار يتجه للشبابيك الكبير هلا الاوضل اكيد انه الاضاءة الطبيعية بتخلي الاوضة شرحة ومنورة اكتر فاذا في المراحل المبكرة انه الواحد يقدر يوسع الشباك من اولها فيمشي مع هاد الخطوة من الاشياء اللي بتخلي الاوضة طبان اوسع حلو او اذا فيه مجال عنده لأي تعديلات او تحديثات على الشبابيك ممكن انه يكون عنده فكرة تكبير الشبابيك وبجوز بتختصر طاقة كمان يعني هلا اكيد الطاقة فكرة الكهرباء الطاقة اكيد اضاءة الشمس بتوفر اكيد بالاضاءة الطبيعية خلال النهار وبالليل يعني ممكن نعتمد على اضاءة اضاءة صناعية بس الافضل برضو كاضاءة نخليها مثلا معلقة على الحيطة ما تكون مثلا على الطاولات او على الكوميدينا لما تكون مثبتة على الجدار بتوفر برضو انه المساحة بتعطي مساحة اكبر للمستخدم الاوضة ان يستخدم الكوميدينا اللي جنبه نعم طب نور بالنسبة للمرايا احنا عنا فكرة دائما انك تكبر استخدم مرايا اكتر هاي فكرة صح؟ هاي فعلا هي المرايا فعلا بتكبر بس بنا ننتبه على شغلتين بالمرايا ما نعدت وجودها جو الاوضة عشان ما بنا نعمل تشتت بصري جو الاوضة نعم نختار زاوية معينة تكون بعيدة عن انعكاس اي تفاصيل زيادة احنا ما بدنا نكبر بالمقابل انه احنا بنعيد تفاصيل بزيادة ونحس ان الاوضة مليانة اشياء اوكي فبنختار زاوية معينة مثلا قبال الشباك تكون كبيرة وهيك بتعكس الضوء بتعطي انشراح اكتر للأرض حلو يعني فكرة المرايا مثلا اذا كانت في عنا مثلا خزانة في الحائط كلها مرايا والغرفة مش كتير كبيرة ممكن هذا بالعكس بسبب ازعاج ممكن تسبب ازعاج اكتر خوصا ما تكون كمان قريبة من الاشياء فبتحس انه الضغط بزيادة صار صار كل اش قريب منك بمقابل انها مرايا انها قريبة منك كل اش بما بتكرر مرايا اذا مرايا واحدة مثلا غرفة صغيرة بنخط مرايا واحدة كيف نختار الزاوية الزاوية نشوف ان احنا شو هتعكس بالضبط هذا والشي بنختاره الافضل ما تعكس مثلا تسريحة عليها اغراض كتير ممكن تعكس تخت تعكس شباك الشباك بيعطي ضو بزيادة يعني لما تيجي تشوف ضو الشباك بالمراي بيوسع الاوضة بيعكس ضو وبتوسع الاوضة بزيادة حلو طب هلا الاستغلال كمان العمودي بالنسبة للديكورات مضبوط ايش افضل الخيارات لحتى الشخص يستغل الغرفة عموديا هكت لفوق هلا بما ان الاوضة صغيرة مساحتها كطول وعارض ممكن نستغل فعلا اللي هي التخزين مساحات التخزين رأسيا نستغلها يعني احنا عنا مجال مثلا مترين ونصف كارتفاع نوصل الخزنات للسقف وهيك بنستفيد اكتر قدر ممكن من ان نضب اغراضنا جو الخزاني لانه كلما زادت الاغراض برا الخزانة كلما صارت الاوضة فوضى وبتعطي ديء اكتر نعم طب نور بالنسبة للدهان يعني مش الكل بفضل الوال بيبرز او الوال بيبرز او حتى اللي هي الاوراق الجدران بالنسبة للدهان كيف نختار الالوان المناسبة هل بتفضلي اكتر من لون في الغرفة كل حيط لون ولا لون واحد ولا شو منفكر على الافضل ان يكون الاوضة كلها كلها لون واحد بس ونستخدم الوان ناترال اكتر اللي هي الالوان الطبيعية البيجيات رمادي فاتح ابيض ممكن برضه نستخدم كالوان يعني بس ما نحط لون ازرق فائع ممكن نستخدم لون البيبي بلو الاخضر الفاتح كثير الالوان الباستل اللي هي الفاتحة الدرجات كثير الفاتحة وما نحددها مثلا بحيطة واحدة ممكن نستخدمها كل حيطة عشان ما نعمل فوكل بوينت على جهة واحدة ونبين انه قدش هي لو خاصة انها كانت الحيطة اللي بالواجهة قريبة من الباب نعم لو كانت الحيطة هي لحالها ملون فبسبب ديء للأوضة غير لما يجي نحطها لكل الحيطان نعم طب بالعادة المفروشات اول والستائر ولا الادهان ولا بالعكس هلا احنا احنا اول اشي بنشوفه يعني احنا كنتيليت احنا ندهن اول بعدين منجيب مفروشات على لون الادهان ولا منجيب المفروشات اللي نحنا نحبها ومندهن على هلا على حسب اذا فيه مثلا زباين بيجوني ان احنا عنا اثاث بدنا نفس ما هو اوكي من هون بيبنى الفكرة او التصميم يعني اذا في عنده اثاث معين ممكن انا نفس الاثاث اللي عنده ممكن انا اغير لونه بطريقة ما كهيد بويد ممكن ارجع نجده ممكن ارجع لونه على حسب شو متوفر هو بدي يستخدم في المكان غير هيك لا ممكن احنا نبلش بلون معين ونشرع على اساس والاثاس وبقية ديكور الغرفة بتكمل بنفس الفكرة التصميمية نعم طب عندي سؤال ما يكون فيه اطفال في الغرفة احنا احيانا تكون غرف اطفال وبتكون فعلان صغيرة ومنضطر ان يكون فيه اشياء منها تنين تختين احيانا اضطر انه اذا ما بيرضوش يدرسوا على نفس الدسك دسكين صغار بشوف كتير غرف فيها شغلتين من كل شغلة كيف نتعامل مع هذا الموضوع هلأ ممكن احنا نستخدم فيه هلأ حسب كلي اوت لو اوضة بقيله تأسيم ومعينة كتوزيع اثاث هلأ ممكن نستخدم احنا جنب التخت ممكن نستغلها كطاولة او كمكتب ولو انها بزاوية ممكن نستغلها برضو كمكتب تاني يعني يصير حقا حرف L انه شيء بالمكتب واحنا كل مكان اللي اتخذ على جنب او بزاوية الاوضة بنترك مسافة اكبر انه نستفيد منها بخزانة او مكتب او واتفر للتخزين الاشياء او للفنكشن اللي احنا حابين نستخدم جوه الاوضة حلو طيب هلأ ايش اكتر اشي بحسسنا بالمساحة يعني في الغرفة الاشي العامل الاساسي هل هو الاثاث الاضاءة الالوان هلأ الاول اشي الالوان بتلعب دور رئيسي جوه الاوضة غير هيك اتخذ حجام الاثاث اللي احنا مستخدمين يعني ما منجيب تخت يكون بلكي هيك ضخم حجمه نجيب برضو بخطوط ناعمة الاثاث ككوميدينا نحاول ما نجيبها واصلة للأرض نجيبها عالية او معلقة بالحيطة نفس الشي للتسريحة انه كل ما كانت عالية او مرتفعة عن الارض نترك احنا بنعمل سبيس اكتر جوه الاوضة بجوز الناس صاروا يميلوا لانهم يشتروا هاي القطع منفردة يعني بجوز مثلا خاني احكي غرف النوم الكلاسيكية يكون فيها تخت كبير وخزان كبيرة وكوميدينا الكتير الكلاسيكي هذا جوز صاروا يخف نوعا ما بطروا الناس يشتروا خمس قطع مثلا متكاملة ويكون حجمها كتير كبير صار شتروا جوز تخت لحال خزان صغير لحال مظبوط تفصيل موازم الناس هلا غالبا في السوق عندنا المحلي تفصيل صارت كل القطع يعني نختار احنا ديزاين معين وبينفصل على اساسه بس خوصا القوض النوم الصغيرة منحتاج نفصل اثاثها اكتر من ان نشتريه جاهز نعم عشان كل سنتيمتر عنا محسوب حتى كل مليمتر عنا محسوب نعم فمنحاول نستفيد من كل ملي جو الأوضة جميل جميل الله يعطيكي الف عافية شكرا جزيلا نور كل عام انت بقى الف خير وانت بخير وصحة وسلام اهلا وسهلا شرفتين